صديقي العزيز لو انت مفكر ان الزكاء الاصناعي مجرد دردشة زي شهاد جي بيتي وجاماناي وغيره من نمازج الزكاء الاصناعي او مفكر ان هو مجرد ان هو يعمل صورة او فيديو فقط تبقى انت غلطان الزكاء الاصناعي كمان ممكن يقدر يعدل على الصورة احسن من احسن برنامج فوتشوب كمان يعني لو انت خبرتك صفرة حرفين في الفوتشوب ومحتاج تعمل شيء في صورة او تعدل على شيء في صورة في خيالك بس انت مش عارف ازاي فالنهاردة ان شاء الله هتديك اربع او خمس طرق مجانيين بالكامل من خلالهم تقدر ان انت بتليفونك زي الجدعة تخش وتعدل على اي شيء في الصورة او اي صورة قدامك محتاجة ان انت تعدل عليها باي شيء في خيالك فقط ادي له الوصف وهو يعدل لك على اللي انت عايزه ولا فوتشوب ولا نيلة فده النهاردة ان شاء الله يكون موضوعنا لذلك الاروة تشوف قناة اشترك في قناة وفعل الجرس وعمل لايك للفيديو اني بيساعد واشترك في قناة يعني وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل الجديد الفيديوهات اني انا بنزالها اول باول ونروح بقى دلوقتي للشرح وخلينا على طول نروح لاول موقع وهو كوين او كوين اللي هو الموقع الصيني الخاص بشركة علي بابا اللي انا اتكلمت عنها كتير لان بالفعل نزله تحديث انا ما اتكلمتش عنه وقلت هسيبه كده ان شاء الله اضيفه في وسط فيديو وبالفعل حصل النهاردة وضفتلك التحديث ده في وسط فيديو وهو ان انت تقدر تصمم صور وتعدل كمان على الصور ولا اجدعها برنامج فوتشوب اول ما تروح عندك على الموقع وتسجل حسابك عادي بطريقة تقليدية اللي انا شرحته كتير قبل كده وهو شبه شبه شات جي بي تي وشبه هاتجاماناي وشبه اللي هي الموقع العادية يعني تمام اللي انت عارفها اللي انت بتتواصل معها يعني هتخش عندك على الانك اللي تحت في الوصف هتلاقي عندك هنا فيه خيار تحت اسمه عندك تحرير الصور او توليد الصور بغض النظر رح عندك هنا على تحليل الصور لو انت حابب ان انت تحرر الصور او تعدل على الصور او لما تروح عليه هنا طبعا هتدي له الصورة اللي انت عايزها افتراضا انا هدوس هنا عندي وادي له الصورة دي افتراض ناسيه دي دي صورة وردة زي ما انت شايف هقول له هنا بكل بساطة عدل لي على اوراق الورقة اه على اوراق اه الوردة الحمراء دي وخلي الاوراق الوردة الحمراء تكون صفراء افتراضة وادي له انتر وانتظر دوقتي بقى عندي لحد اما يعدل الصورة زي ما انت شايف ان هو دلوقتي عدل لي على الصورة بس هو للاسف مكنش زكي كفاية ان هو يفرق ما بين ان انا محتاج الورق الاحمر والاخضر فهو للاسف حول لي كمان اللي هو الورد الورد ده الورق الاصفر او اللي هو الاغدر الاصفر وده غلط انا كنت فقط طالب ان هو يحاول لي مجرد بس الورق اللي هو الاحمر بس عموما قدر يعني هو قدر دلوقتي ان هو ينفذ اللي انت عايزه طبعا نجرب في صورة تانية هقول له يا سيدي يحول عندي الصورة دي وهو عبارة عن روبوت تقريبا بيعمل بودكاست او شيء مثلا ان يعني الصورة تبقى ظهرة عبارة عن روبوت بيعمل بودكاست فهقول له ان هو يحول عندي لون تشيرت ويخلي عندي في قطة في الخلفية او تنين في الخلفية اي حاجة فمثلا انا هقول له يا سيدي هنا يعني مثلا اقول له اللي ما اصدعنا به اغير لي لون التي شيرت للون الاحمر واجعل في الخلفية تنين صيني ينفس النار ويكون واقعي جدا مع الصورة تمام ونشوف دلوقتي هو هيعدل هالي ولا لا وطبعا انت تقدر تعدل وتشتح بخيالك فنشوف دلوقتي التعديل هيكون عامل ازاي زي ما انت شايف ان هو بالفعل دلوقتي غير لي الصورة اللي هي الصورة دي خلها لي الصورة دي دي صورة القديمة خلها لي الصورة دي والصراحة شكلها جامد جدا والله يعني تنين صيني ولا اجدعها فوتشوب والله العظيم يعني انا حييمون بها لو انت مش محتاجة قصة تفتح الفوتشوب لو انت حابب تعمل دمج او تحط اي حاجة في خيالك عير لي اللون الاحمر وحطيني هنا عندي اتنين صيني ولا اجدعها ثم نيل او صورة مصغرة للفيديو بتاع اليوتيوب طيب دلوقتي قدي عرفنا الموقع الاول وقرب راحتك الموقع مجاني عيش حياتك يعني الموقع نفسه مجاني عيش حياتك زي ما انت عايز نرحبا دلوقتي ليه الموقع التاني وانتو عارفينه وهو شات جي بي تي شات جي بي تي معروف انا بستخدمه كتير جدا في ان انا اولد لي صور بس كمان هو عنده الميزة ان انت تقدر تعدل على صور فدلوقتي افتراضا هضيف ليه صورة افتراضا الصورة دي وهقول له هنا يا سيدي عدل ليه على صورتي الشخصية ويخلي التي شيرت بدل ما يكون باللون الرصاصي افتراضا يكون باللون الاخضر مع رسومات على التي شيرت عشان يكون واقعي خلي الخلفية ضبابية او بلور كأنها من كاميرا احترافية وطبعا هنا عندي الصورة مش متضافة بشكل كويس بس هنا طبعا عشان عندي الصيغة مختلفة فهقدر ان انا اضيف صيغة اخرى اللي هي الصيغة الجي بي جي تمام لان انا عندي الصيغة الاولى كالصيغة مختلفة وهي هدي له انتر وهنتظر دوقتي يا سيدي ان هو يعدل على الصورة ونشوف زي ما انت شايف ان هو هنا عدلي الصورة والصراحة شكلها مش احسن حاجة بس مقبولة يعني هو غير شكل خالص ده مش انا خلاني هنا افريقي انا افريقي فعلا مصر افريقي عربية بس انا زياد عن اللزوم حرقني بيامني فقشت يعني تمام او زي ما انت شايف فهو غير لي تشيرت صراحة جميل بس مش اللي في خيالي مش انا اللي كنت عايزه مش ده اللي انا كنت عايزه بس برضو ما زال ان هو يقدر يعدل على الصورة نروح بقى دلوقتي للموقع اللي بعده وبرضو مجاني وهو لو انت روحت هنا عندك على جوجل اي اي ستوديو زي ما انت شايف لو تفتكروا انا فيه نموذج اتكلمت عنه زمان النموذج ده هو جامانايتو بونت زيرو كان فلاش بريفيو امتش يعتبر اللي انت تقدر تعدل على الصور الناس كتيرة النموذج ده مش مفتوح عندهم ما عرفش ازاي بس الناس كتيرة برضو مفتوح فاستخدم فيه بان لو هو مش مفتوح عندك رغم ان هو قديم انما فعال جدا ولسه بيقدم نتائج ممتازة عشان ازاي بقى تستخدمه او ان انت ازاي تقدر تستخدمه هتلاقي عندك اللي هو هتروح عندك هنا وتختار هنا عندك اللي هو الجامانايتو بونت زيرو هتختار عندك اللي هو الجامانايتو بونت زيرو فلاش بريفيو هتروح عندك عليه وهنا بقى يا سيزي تقدر بكل بساطة تروح عندك تضيف الصورة اللي انت عايزها افتراضا يعني صورة الراجل ده هقول له هنا قير ليه التيشيرت او القميص للون الاصفر الممذوج مع الاخضر مع رسومات على التيشيرت عشان يبان واقعي تمام وأدي له انتر وانتظر دلوقتي اشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي ماخدش ثواني حرفق ماخدته ثواني اي ده ندوبك دست لقيته عمل زي ما انت شايف ان نتيجة الله عاملة ازاي طيب هل دي احسن نتيجة لا في نتائج تانية افضل بس هو يعني بيقدم المطلوب منه يعني في الحاجة البسيطة بيقدر ان هو يقدم المطلوب منه بس تقدر ان انت تعتمد عليه بس مش زي النمازي كان انا هذكرها ان شاء الله بعد دي تمام يعني مثلا كوين تقدر انت تعتمد عليه اللي هو بتاع علي بابا اللي هو اول واحد اتكلمت عنه شات جي بيتي مش قوي ده برضو تقدر تعتمد عليه بس برضو مش قوي بس فيه نمازج اخرى تقدر تعتمد عليها ونروح للي بعده بس هو صراحة ممتاز يعني وهو كوبايلت كوبايلت ده من شركة مايكروسوفت اللي عينة اول ما هتتروح عليها ده هيكون شكله طبعا انا اتكلمت عنها وكل الرابط ان شاء الله صبه لك تحت في الوصف فاول ما هتتروح عليها هدوس هنا عندك على زائد وتدوس هنا مثلا عندك تحميل وهقول له يا سيدي مثلا الصورة دي زي ما انت شايف هقول له هنا عدل لي على الصورة دي وحول التيشيرت للون الاخضر الممزوج بالاصفر مع رثومات عشان تكون واقعية قدر الامكان هدوس هنا انتر وللعلم ده بيطول شوية في التعديل والحلو فيه ان هو بيخلولك بنفس المقاس يعني شات جي بيتي للأسف بيقصلك او بيعملك كروب للصورة فما بيعدلش عليها بشكل مظبوط وبيغير من الملامح يعني فيه ناس ممكن تظن ان ده نفس اللي هو خاص بشات جي بيتي ممكن بس ممكن يكون ده اكتر تطورا لان الصراحة الصورة بتطلع زي ما هي فقط الجزء اللي انا محتاجي عدل عليه بيعدل لي عليه زي ما انت شايف ان هو خلص دلوقتي والنتيجة اللي طلعها رائعة جبارة جميلة جدا الصراحة احسن من جاماناي اللي انا اتكلمت عنها قبل كده او اللي هو الجاماناي توبون زيرو بص النتيجة بص الواقعية هنا تي شيرت اصفر مع اخدر مع رسومات جميلة جدا والله بل بالعكس انا احس انها واقعية طيب نروح بقى دلوقتي للموقع اللي بعده وهو موقع الام ارينا طبعا اتكلمت عنه في فيديو تقريبا فات ولا اللي قبل اللي فات الموقع ده بختصر شديد انت بتجرب منه نموذج الزكال الصناعي او نمازج الزكال الصناعي الموقع ده حلوته اني كمان فيه نمازج لتعديل الصور منها نمازج اللي هي نانا بنانا ولا اسمها ايه نونة بنانا ولا والله انسي تسمعها بس هو نموذج كده خطير اه اتشهر جدا في الفترة الاخيرة وبالفعل كنت انا كتشفته اه سبحان الله قبل الناس كلها من غير ما انا حتى اخطبني منه ساعة ما انا كنت بجرب الموقع ده فان شاء الله هجرب معكم الموقع هنجربه واعرف جزء تقدر استخدم النموذج ده والنمازج اخرى وكمان تعدل على الصور نروح بها دلوقتي للنقطة ده لو انت جيت هنا عندك افتراضا على اللي هو جيت هنا عندك تحت على الخيار ده الموقع ده حلو يعني هو الموقع ده جميل في نقطة انه هو مجاني بالكامل ومش محتاج تسجيل اصلا اصلا يعني عن تليفونك او عن طريق تليفونك تقدر ان انت تعمل كده مش محتاج تسجيل اساسا فالموقع مجاني بالكامل بالكامل زي كوبايلت اللي قبله وغيره ومش محتاج ان انت تستخدم مثلا نقول حساب او يكون عندك حساب او شيء هتيجي هنا عندك طبعا لو انت جيت هنا عندك تحت على اللي هو هتلاقي عندك هنا ويعني وجيت هنا عندك على اللي هو هتلاقي عندك هنا جميع النمازج الزكاة لصناعي تمام اللي هو عندك اللي هو وعندك ده وده وده وعندك نمازج بص كتير جدا بس للأسف فيه نمازج لسه لم يتم الاعلان عنها بشكل حلاني طيب انا هقول لك على تركاية حلوة عشان برضه تقدر ان انت تستخدم عندك نموذج الجديد ده اللي هو اسمه نانا بنانا لانه صراحة ممتاز جدا ان شاء الله هخصص له فيديو يعني لو انت رحت هنا عندك على اللي هو البتل او المبارزة خليت ده وبعد كنت راح نراح عندك ضيف الصورة اللي انت عايزها افتراضا يا سيدي الصورة دي واخد عندي نفس التعديل او نفس النموذج اللي انا طلبته بالفعل من كوبايلت عشان اضيف نفس الشيء او نفس الطلب اللي انا عايزه وهشوف عندي هنا زي ما انت شايف واضيف هنا عندي نفس الشيء وادوث هنا عندي على ان انا ابعت الصورة عشان ابدأ ان انا اعدل عليها هنا طبعا هيطلع لي في كل مرة نموذجين نموذج بالفعل يعني ممكن يطلعوا الاتنين حلوين ممكن واحد يطلع حلو ممكن واحد يطلعه وحش فانت هتفضل تختار وتجرب لحدنا مطلع معاك نموذج كويس يعني افتراضا ده مش قوي وده كمان مش قوي بس احنا هندي للاتنين نقطتين عشان يعني قدر ان هو يحافظ على التفاصيل فهقول الاتنين كويسين هنا هيقول لي مثلا ده نموذج ايه وده نموذج ايه عندي هنا ده اللي هو الجاماناي وعندي اللي هو نانا بنانا تمام جاماناي توبونت زيرو تمام فلاش يعني اعملها لي بشكل كويس ونانا بنانا افضل الصراحة من حيث الجودة زي ما انت شايف انا ممكن اقدر ادينه مثلا تفاصيل تاني واقول لي يا سيدي هنا اضيف صورة اخرى هي هي نفس الصورة واقول له هنا كالتالي عدل ليات شيرت الرصاصي وانا نبسه خليه خلفية بلون وخليه بلون اغضر لا اخليه مثلا اقول له اصفر وفيه رسومات واجعل خلفية بلون مش عارف ايه وكلام ده كله ادي له انتر وانتظر عندي واشوف التفاصيل او الرسومات اللي هو هيطلعها لي نفس الفكرة هيطلع لي صورتين صورة من دي وصورة من دي وهنشوف بعد كده انا صورة الافضل ونحملها زي ما انت شايف ان دي كانت افضل الصراحة ما عرفش ايه ده ده مش فهم ايه ده حقيق سيء جدا فهقول يا سيدي ان اللي على اليسار افضل على اقل بالفعل ان هو نفذ لي الطلب اللي على اليمين ما نفذ ليش الطلب فاللي على اليمين ده اللي هو السيء كون وعلى اللي هو اليسار ده اللي هو الايه التاني ده تمام هاضف له الصورة مرة اخرى وهكذا افضل بقى ان انا اجرب والعب في نفس الوصفة او وصفة اخر بس الفكرة اني عشان انا استخدم نموذج اللي هو اسمه ايه ربي نانو بنانا ولا اسمه ايه نانو بنانا نانو بنانا مش نانو بنانا نانو بنانا لازم ان انا اجرب كده بشكل ايه يعني انا الحظي بقى هو اللي هيجيلي ايه يعني للاسف ما ينفعلش ان انا استخدمه كده واختار النموذج اللي انا عايزه لأ لازم انا اختار يعني لازم اخليها يعني بشكل تلقائي الاتنين سيئين سيئين جدا تمام هيقول لي والله كده وكده فهو صراحة ممتع انه بيطلع لك دايما في كل مرة نمازج مختلفة راقم ان فلوكس هنا سيئ جدا فلوكس برو ما عرفش ازاي بس تقريبا انه ما فهمش الوصف او ما فهمش عربي فلو انت ديت له وصف انجليزي يمكن يكون يعني البتاع دك فالصراحة بنانة ممتاز جدا يعني ان شايف انه بالفعل تفاصيله حلوة وعدلي على الصورة تحس انها بالفعل بصورة واقعية جدا مش صورة بالفعل يعني متعدلة بزيكال صناعي يعني لو انت جيت مثلا قارنت عندك الصورة دي وصورة اخرى مثلا افتراضا اللي هي الصورة دي جنب بعض بص لا حقيقة يعني التفاصيل الممتاز عملي بلور تمام زي ما انا طلبت كأنها بلور بالفعل طلع من كاميرا وهنا التعديل على تشيرت الجودة بتاع تشيرت يعني افضل من الاصلي يعني ضل اصلي تمام ضل اصلي بص هنا الجودة بتاع تشيرت عمل ازاي والله افضل من الاصلي دي كل الطرق اللي انا شرقتها معاك دلوقتي جرب براحتك انا ان شاء الله هسيب لك كل الرابط تحت في الوصف اه وما تنسى اشبه ان تشارك في قناة وفعل الجرس دعمالك بالفيديو اللي انه يساعد شكرا اخير بازنا لفيديو جديد ومع السلامة